يعني لما نشوفه صادي مع سفيزف كانت عندهم خبرة في الاتحاد مع سيد روراوة يعني سيروا المنتخب الوطني وكأنه منتخب من أحسن المنتخبات في العالم لوجيستيكيا وما يشبه السيد عمارة سير الفريق شباب الوزداد باحترافية كبير وراه مسير كبير في الشركة نتاعه نظن باللي حتى يعني السيد زيتشي زيتشي هو مسير ورئيس نادي اللي عنده أكاديمية اللي راهوا يعني يتعامل مع الدول الكبيرة ويبيع يعني اللعبين الكبار لأوروبا نظن باللي هذا الجدع المشترك أنهم عندهم خبرة عندهم خبرة كبيرة لهذا أنا نقول من مستحيلات الألف أن خبرتهم هذه ما ترجعش بالإيجاب على المنتخب الوطني ما ترجعش بالإيجاب على النتيجة على المنتخب الوطني أنا نظن باللي المدرب هو يبقى دائماً مدرب أنا مدرب ولكن أنا ما عنديش كل الحلول لازم يكون الحلول تكون عن تاني المسيرين شح أنت لما تفشل أنت كمدرب لما تفشل في المهمة تعك في ثلث مرات متتالية هل تبقى في المنصب تعك؟ ما مستحيل أنا لو نفشل مرة واحدة نمشي العقل ما يتقبلها شيئاً هذا من غير المعقول كرة الأدم فيها إقالة وفيها استعالة المدرب لازم يكون محترف كما كمحترف على أتم الكلمة ولو أنك أنت تعمل في الهوات ولكن في العقل أنت لازم تكون محترف وتتعامل باحتراف احتراف مع كل الناس ومع الجمهور لأن الاستعالة هذه تقافة وهذه الاستعالة هذه ليست للجمهور ليست للاتحاد هذه الاستعالة للجمهور أنا أقول للجمهور أنني لا أستطيع أن نكمل لكي نسير المنتخب أنا فشلت يا ناس مع تقافة الاعتدار شيخ تقافة الاستقالة وتقافة الاعتدار اليوم كين إشاك نجينا للجمهور يقولوا أعتذر على هذا الإشاك يا أخي كين في كرة الأدم كين فيه الإشاك كين فيه الإشاك لكن شيخ إذا ممكن أن اليوم تقريبا بعد هذه المشاكل على مستوى المدرب ومن سيكون بالماضي هل يعتذر أم لا أم يستقل أم لا لكن اليوم أنا إذا فيه مشكل آخر هو من سيكون المدرب الآخر أنا رجعت بك السلبي نعم أنا أحبت أن أخذك أيضا ولكن أقول باللي أولا الأمر السلبي اللي رانا فيه حاليا هو طولنا كتير كان من المفروض كان من المفروض اليوم بعد الإستعالة ولا بعد الإقالة ولا بعد الهروب ولا بعد نسميها كما نحبه فسخ العقد فسخ العقد أنا نظن كان لتم زمام الأمور يتحكم فيها رئيس الاتحاد أنا ثاني عندي رأي عندي رأي أن الكوميسيون اللي يتحطط لواش دراسة ملفات وبسيرة الذاتية نحن نعرف أن دراسة الملفات من الكوليش تكنيك نسونال في كل العالم في تونس كاين فيها الكوليش تكنيك نسونال في المغرب كاين فيها الكوليش تكنيك نسونال يتم القبول مدرب أجنبي يجي يدرب في تونس أو لا لماذا هذا؟ نجيبه مدرب سابق السيد الشيخ رابح سعدان نحييه نجيب السيد السيد مع محمد معوش ونجيبه بعض الأسماء ونقوله رأينا عنا إن كوميسيون باش تتريتي الملفات هذا من غير المعقول الناس يجيبه تقنيين مكاين فيه إن كوليش تكنيك نسونال تحطوا مع المديرية التقنية الوطنية وهوما يستكلفوا بالشيء هذي لأنهما أضرع ويتحملوا المسؤولية بعدها لا لا يتحملوا المسؤولية لأنهم معينين ليس في فترة محددة هما ما راحينش يخيروا هما تساملهموا رايحين يمدوا ورأيهم كلمة الأخيرة طبعا للرئيس الاتحاد الاختيار راهو الرئيس الاتحاد لأن الاختيار مش برك من ناحية التقنية كاين من ناحية المالية من ناحية العقد بنود العقد ولازم تني نتعلموا من الأخطاء انتعنا سبحان الله ولازم نتعلموا العقود هذه لازم نتعلموا كيفاش نمضيوها لازم نشوفوا العقود كيفاش تتتمضى يا ناس مين المستحيل احنا رأينا أنا كنت نسمع في مدرب في مدرب جون لوي بسات تع كوند ايفوار جون لوي غاسيا جون لوي غاسيا كان يتكلم كان يتكلم على المرور انتاعه أي كان يتكلم على الاستيقالة كان يتكلم تكلم واش قال قال لك أنا تكلمت مع رئيس الاتحاد الافواري وقتله مستحيلة ننكمل خلي الفريق متاعك أنا على بلبي الفريق راح يرجع لأن سراو ديزيمات في ابي جون وما يشبه أنا نمد نمد الفرصة للفريق هدا فرصة اخيرة لعل وعسا لعل وعسا وانا نشبت روحي من الفريق هدا ونخلي الامور تمشي على ما يعاد ان شاء الله تمشي وبشاتم على المدرب المساعد أنا نظن لماذا هاد 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 كترة الكلام هدا خلاص كاين كاين فيها صفحة نطوط أوليو على الرئيس الإسراء على الرئيس الإسراء هذه